ومما يدل على هذا أيضا أن المتقرر في كتب المذهب الإباضي وتاريخه أن الإمام عبد الله بن إباض رحمه الله تعالى ما كان يصدر في أمره إلا عن رأي جابر بن زيد كما في السير إذن هذا كله دليل على أن عبد الله بن إباض هو أصلا يأخذ من جابر بن زيد نحن نقول إنهم لو كانوا ينتسبون للرجال لنتسبوا إلى جابر لأنه شيخهم الشيخ الرقيشي رحمه الله تعالى كما يذكر ذلك مهدي طالب هاشم هذا يذكره عن الشيخ الرقيشي في مصباح الظلام وهو من علمائنا يقول إنه قال الشيخ الرقيشي يقول في هذا الكتاب الحركة الإباضية في المشرق العربي هذا الكتاب من تهليف مهدي طالب هاشم كتاب دراسة عن إباضية من قبل شخص غير إباضي الحركة الإباضية في المشرق العربي مهدي طالب هاشم يقول يحكي عن الشيخ الرقيشي من مخطوط له يقول فقد بلغنا أن ابن إباض وبلال مرداس بن حدير وغيرهم من أئمة المسلمين لم يكونوا يخرجون إلا بأمر إمامهم في دينهم جابر بن زيد العماني رحمه الله ومشورته ويحبون ستره عن الحرب لألا تموت دعوتهم وليكون ردءا لهم يقول إن هؤلاء رجال المذهب الأوائل ما كانوا يصدرون في رأيهم إلا عن رأي جابر بن زيد سواء كان بلالا سواء كان أبا بلال مرداس بن حدير أم كان عبد الله بن إباض أم سالم بن ذكوان أم غيرهم كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى ما كانوا يصدرون في رأيهم أي ما كانوا يتصرفون ما كانوا يأتون شيئا إلا بعد أن يستشيروا الإمام جابر بن زيد يقول إلا أنهم يحبون ستره عن الحرب لألا تموت دعوتهم لأن الزمان زمان خلاف ونزاع وزمان تصفيات تعلمون الحروب التي قامت بين المسلمين والفتن في ذلك الوقت كم هي الدماء التي أسيلت كم هي الأرواح التي أزهقت هذا كله نقول إنه وضع ليس إسلاميا ولا يرتضيه دين الله تعالى أن يكون هناك موت وقتل لمجرد مخالفة في الأفكار لكن مع ذلك الوضع الذي أصبح حقيقة في ذلك الزمان لا يملك الإنسان إلا أن يبعد عن مواطن القتل والإبادة فالإنسان مأمور بأن يحفظ دين الله تعالى وأن يحفظ نفسه إذن هذا كله يؤكد أنهم كانوا يسترون الإمام جابر بن زيد رحمه الله تعالى كما سنبين بإذن الله تعالى بالدرس المقبل لألا تموت دعوتهم